اي قضية في الدنيا بنحتاج نحلها او نشوف مين الجاني والمجني عليه بنحتاج ان احنا نسمع من الطرفين ده شيء طبيعي في اي قانون في الدنيا وبما اني مخبر عقاري فعستغل سلطتي النهاردة واوقف ممثل المطورين العقاريين في قفص الاتهام واسأله شوية اسئلة ونسمع الردود بتاعته وفي الاخر الحكم طبعا ليكم تشوفوا اذا كان المطور جاني ولا مجني عليه حلقة مهمة جدا لان طبعا السوق كله بيتكلم دايما عن المطورين وان عقودهم عقود ازعان وان هما شايفين مصلحتهم وبس وان الدولة لازم تاخد موقف ودايما الناس كلها ضدهم انا شخصيا ضدهم في بعض حاجات طبعا لكن لازم برضو نعرف هما بيشتغلوا ازاي وليه بيحطوا الحاجات دي في العقود وهل هي فعلا الحاجات اللي بيحطوها في العقود مجدية فعلا وبتحميهم هما وتدرك انت هنشوف الكلام ده كله النهاردة خليك معايا الاخر الفيديو علشان تعرف انت تحكم بنفسك على المطورين العقاريين في مصر انا عشرف علام واهلا بيكم في المخبر العقاري اهلا بيكم زي ما قلت في الاول انا كمخبر عقاري هوجه شوية اسئلة ونسمع الرد من الممثل بتاع المطورين اول سؤال انتم كمطورين عقاريين بتحسبوا غرامات على الناس لما بتتاخر يومين او ثلاثة بعد ما عاد صرف الشيكات لو الشيك ارتد بتنزلوا غرامات في حدود اتنين في المية كل شهر على التأخير اللي بيحصل لكن في نفس الوقت لما انتم بتتاخروا بتحطوا بس نص في المية عن كل شهر تأخير بعد اول سنة يعني ما بتدفعوش للناس كمان من اول شهر تأخير من ناحيتكم بتدفعو بعد سنة نص في المية كل شهر وبحد اقصى اثنين ونص في المية يعني الواحد لو شاري واحدا بليون هتدوله خمس تلاف كل شهر وبعد خمس شهور هتوصل لاثنين ونص في المية هتتوقفوا عن الدفع فايه الرد على السؤال ده الرد على السؤال هو ان احنا كمطورين عقاريين كنا بنعمل خطة دفع مختلفة عن خطة الدفع اللي بتتعمل دلوقتي كتخطة الدفع زمان 60-40 او 40-60 او 50-50 يعني ايه يعني في خلال الثلاث سنين بتاعة الاستلام احنا بندفع حضراتكم 50 في المية او 60 في المية خلال الثلاث سنين دي و40 في المية بتدفعها مرة واحدة عند الاستلام فايحنا بنحصل فلوسنا كلها خلال ثلاث سنين مجرد ما نخلص الانشاءات بناخد فلوسنا وبناخد مكاسبنا لكن النهاردة الوضع اختلف احنا بندي حضرتك العقار بعد ثلاث سنين نسلمه لك بعد ما تدفع حوالي 40 او 50 في المية من المبلغ والخمسين في المية المتبقية بتدفعها بعد الاستلام فايحنا ما كسبنا بتترحل ما كسبنا بتتأخر احنا اللي بناخده من حضرتك النهاردة بيكون تقريبا مغطي مصارفنا لو افترضنا ان المشروع بتاعنا متكلف مليار جنيه قيمة بيعية وتكلفة المشروع الفعلية ربعمائة مليون فايحنا بنحصل من حضرتك عند الاستلام حسب كل مطور لكن بيكون الرنج تقريبا من 40 ل 50 في المية بحد اقصى فايزا انا كمطور اللي بيوصلي عند الاستلام هو يدوب حق تكلفة المشروع الانشاءات طبعا وتكلفة ادارة المشروع المكتب بتاعي والموظفين والدعاية وطبعا قصة الارض كل ده انا بدفعه خلال فترة الانشاءات اللي هي الاولانية الثلاث سنين دي لازم اكون مخلصها وبستنى على مكسبي فمقدرش هدفع على حضرتك مبالغ كبيرة هدفعها ازاي بالاضافة كمان ان انا ساعات بكون غصب عني باضطر اتأخر بسبب اي حاجة بسبب شركة المئولات اللي مسكها المشروع او اي اسباب خارجة عن اراضتي فمقدرش احط مبالغ كبيرة اعوضك بيها لكن لازم احط مبالغ تعوضني انا لان انا بتضرر من اي عجز يحصل خلال فترة الانشاءات اي عجز من حضرتك بيقصل علي فورا وحضرتك بتتخيل ان بس انت اللي عامل المشكلة او انت بس اللي متأخر انا لو عندي الف عميل بيبقى عندي دايما رنج من عشرة بيبقى عندي دايما رنج على الاقل لعشرة في المية من الناس دي بتتأخر لو انا بحصل ميت مليون مثلا كل تلات شهور العشرة في المية بتاعتهم العشرة مليون دي هتفرق معايا جدا هتطرر حطها من جيبي علشان اقدر اكمل المشروع ده كمان في حالة ان اكون باعت كل المشروع في اوائل الفترة اللي انا بعمل فيها الانشاءات وده طبعا ما بيحصلش انا ما ببيعش المشروع كله في اول شهر ولا اتنين انا ممكن اعود سنة او سنتين لغاية ما خلصه وفي نفس الوقت مضطرة ادفع لشركة الانشاءات حقها حسب طبعا التقدم في الانشاءات وحسب العقد اللي موجود بني وبينها فعلشان كده انا بحاول احمي نفسي على قدر الامكان وحاول اعوضك ولو بجزء طيب تماما شكرا على الرد على النقطة الاولى ندخل على النقطة التانية او السؤال التاني هو ليه انت كمطور ما بتربطش المدفوعات او اللقصات بتاعتي بمدى التطور بتاعك في الانشاءات وده كان بيحصل زمان ان الناس تدفع طبقا لمستوى التطور في الانشاءات يعني حضرتك كنت بتحط في العقد انك تاخد مبلغ في الاول طبعا كدفع مقدمة وبعد كده لما الانشاءات تبتدي اول ما يحصل انشاءات بنسبة 10% مثلا بتاخد مني مبلغ وبعد ما توصل 30% بتاخد مني مبلغ تاني وهكذا كنت بتربطوا المبالغ دي طبقا للانشاءات لغاية طبعا معادل الاستلاب النهاردة انتوا ما بتعملوش كده ليه ليه بتاخدوا الفلوس من الناس نهيك عن بقى تقدمتوا في الانشاءات ما تقدمتوش انت بتاخد الفلوس وخلاص فعزين نعرف رد على السؤال ده طبعا سؤال مهم جدا والرد عليه بسيط الكلام ده زي ما حضرتك قلت لما كان زمان خطة الدفع 60 و 40 و 50 و 50 او اي خطة الدفع المهم ان انت بتدفع كله عند الاستلام فكنا طبعا بنربط دي مفيش مشكلة اللي باخده منك بادفع بيه ولما شركة اولاد تخلص جزء اخد منك وديها الجزء التاني تشتغل لغاية ما نكمل المشروع خلال 3 سنين وبعدين اخد منك الباقي لكن النهاردة حضرتك عايزني اعمل كده ازاي ازاي اربط بالانشاءات وانا هسلمك من غير ما اخد بقية فلوسي طب حربطها ازاي هي مفروض بترتبط بالتسليم تفضل ماشية كده متطورة لغاية لما نستلم طيب انا النهاردة بسلم حضرتك بعد 3 سنين وبتفضل عليك تقريبا 50 او 60% من 8 الوحدة ازاي مشهالك بالنظام ده وانت مش هتدفع لي حاجة عند الاستلام انت هتخلص المبلغ بعد 7 سنين يعني 4 سنين بعد الاستلام فما اقدرش طبعا اربط الرابطة دي يبقى انا كده حخصر برضو هدفع من جيبي فالخطة دي كانت زمان لكن للأسف ما بقتش تنفع دلوقتي طيب تماما السؤال الثالث حضرتك النهاردة العميل لما بيروح في بداية طرح المشروع في اول يوم بيحصل في مبيعات او حتى بعد كده انت بتديني اصال وما بتدينيش العقد في ايدي معيني دفعت المقدم خلاص فليمش بتديني العقد في نفس اليوم سؤال مهم طبعا وبيتردد كتير انا كمطور ما اقدرش اديك اي حاجة ما اقدرش اديك العقد لسببين اولا انا لسه ما حصلتش الشيك بتاعك الشيك بتاعك بياخد حوالي اسبوع علشان اقدر احصله فما اقدرش طبعا اديلك العقد دي واحدة الحاجة التانية رئيس مجلس ادارة الشركة علشان يوقع العقود ما ينفعش يوقع على كل عقد يطمدي يدخله يطمدي ويطلع وهو ممكن يكون مش موجود العادي جدا مع اي مطور في العالم ان هو بيلم العقود وبيبقى فيه يوم معين بتروح له العقود يوقع عليها طبعا بعد تخصيل الشيكات وبعد كده بنديها للعمل وهو ده السبب طبعا اللي بيخلينا ما نقدرش ندي العقود في نفس اليوم تمام شكرا على الرد السؤال المرتبط بالسؤال اللي قابله لو العميل بعد ما وقع العقد ودلك الشيكات وكله تمام وبعدها باسبوع جه غاية الرأيه انت بتخصم منه مبلغ بتخصمه ليه هو ملحقش يعمل اي حاج ده هو كله اسبوع بتخصم منه فلوس ليه وكمان بتخصم في حالة تانية انه هو حتى لو الشيك ارتد الشيك بتاع الدفع المقدمة ارتد برضو بتنزل على العميل غرامة ليه الغرامات دي سؤال برضو مهم طبعا انا بنزل غرامة لان حضرتك حجزت واحدة كان ممكن اباعها لحد تاني لو حضرتك تعسرت وانا ما قدرتش احصل الفلوس وجيت رجعتلك قلتلي لا خلاص السنة غيرت رأيي مش مشكلة انا عايز الغي العقد يبقى لازم حمل عليك غرامة انت حضرتك قزيتني الوحدة دي كانت متاحة كان ممكن اديها لحد تاني يدفع ويكمل العقد لكن حضرتك حجزت الوحدة دي ما تديتش الفرصة لحد تاني ودلوقتي عايز ترجع في كلامك فمن حقي طبعا ان انزل عليك غرامة علشان احمي نفسي وعلشان انت تبقى عارف ان فيه غرامة فتبقى متأكد انك قادر تدفع ومتأكد ان فيه فلوس في البنك ومتأكد من كل حاجة ده عقدة ماضى بيننا لازم احنا الاتنين نحترم هي دي القصة بتاعت الغرامة تمام نشكرك على الرد السؤال اللي بعده موضوع الغرامة اللي انتو بتنزلوها على العملة لما يغير رأيه مثلا بعد شهرين ثلاثة اللي هو بيتسمى في العقود العدول عن البيع انك بتنزل عليه غرامة في حدود 15% ودي غرامة كبيرة جدا الناس بتتدايق منها لمجرد ان هو مش قادر يكمل يتخصن منه 15% من 8 الوحدة فليه المبلغ الكبير ده الرد طبعا هو ان حضرتك لو انا فتحت الالغاء بدون ضوابط ان اي حد يقدر يلغي في اي وقت ويسترد بقيت فلوسه وطبعا دي قرارات عاطفية ممكن تحصل في وقت من الاوقات انها تيجي بالا العميل ان هو مش عايز يكمل فيروح يلغي العقد بكل بساطة طبعا زي ما قلت في الاول لو النسبة اللي هتلغي 10% 15% يبقى طبعا ده يأثر علي جدا او الوحدة دي علشان اعرف اعرضها تاني في السوق هتاخد وقت تاني علشان اعرف ابيعها فلازم انزل عليه غرامة ليه الغرامة كبيرة لان انا بدفع عمولة كبيرة للوسط العقاريين او حتى للناس السيلز بتوعي اللي في الشركة برضو بدفع لهم عمولات ولو فتحت الالغاء يبقى هيحصل طلعه ممكن اي وسيط عقار يجيب واحد صاحبه معاه يشتري عقار من عندي وياخد هو العمولة بتاعته خلال شهر وبعد شهرين صاحبه يجي يلغي وخد العمولة فطبعا ساعتها مش هيبقى سوق فانا لازم كمان احمي نفسي السوق مليان على عيب العمولة ما يعرفوش عنها حاجة فطبعا دي الاسباب اللي بتخلينا نعمل كده طيب السؤال الاخير وده اهم سؤال ليه حضراتكم بتاخدوا شيكات ليه بتاخدوا من الناس شيكات ما يبقاش الواحد بيدفع كده عادي زي برضو ما كان بيحصل زمان ان الواحد يدفع وخلص يمضي العقد يبتدي يدفع كل شهر يحولك تحولات بنكية او ييجي يدفع في الشركة ليه ده ما بيحصلش دلوقتي ليه لازم تاخدوا شيكات طبعا ده اهم سؤال وده اكتر سؤال الناس مش فاهمة سببه في سببين للموضوع ده اولهم ان بعض المطورين مننا بياخدوا الشيكات دي يقطعوا عليها في البنوك يعني ايه يقطع عليها في البنوك يعني بناخد الشيكات اللي حضراتكم بتمضوها وليكن مجموعة الشيكات ده خلال سنة مثلا مئة مليون بروح البنك بتاعي وطبعا مش كل المطورين بيعملوا كده حسب قوتي الاقتمانية عند البنوك اروح للبنك وقول له خد الشيكات اللي بمئة مليون دي واديني جزء منها دلوقتي علشان امشي نفسي بالشغل ولتكن سبعين في المية مثلا لغاية لما انت تحصل وتاخد نسبتك كبنك وتديني الباقي فدي واحدة وده موضوع حاصل في اي تجارة في الدنيا موضوع قطع الشيكات ده موضوع قانوني ومفوش اي مشاكل بيساعد التاجر او المطور انه يخلص شغله بسرعة ده سبب ده السبب الاول السبب التاني والاهم ان احنا الشيكات دي بتبقى معانا علشان حضرتك لو جيت تلغي نفترض انك بتشتري واحدة بمليون جنيه دفعتلي دفعة مقدمة مئة الف جنيه وانا الغرامة زي ما تكلمنا قبل كده الغرامة 15% فانا مفروض اخصم من حضرتك مئة وخمسين الف جنيه انت حضرتك كنت دفعتلي مئة الف مثلا ودفعت بعدها عشرين يعني دفعتلي مئة وعشرين الف لكن الغرامة بتاعتك مئة وخمسين الف فانا حصلها ازاي لازم يبقى معايا الشيكات مساعتها بحتاجز جزء من الشيكات اللي هي في حدود الثلاثين الف اللي فاضلة دي ورجعلك باقي الشيكات وبقى حصل الثلاثين الف دي ابتدي ادفع لحضرتك اللقصات بتاعتك اللي انت دفعتها بنفس الطريقة علشان كده هتلاقي مطورين بيدل نفسهم فرصة حوالي تسعين يوم تلات شهور عقبال ما يبتدي يدفع لك اللقصات علشان لو حصل موقف زي ده يبقى مقام من نفسه يقدر خلال التلات شهور يلم المبلغ المتبقي بالشيكات اللي معاه وفي اي حال من الاحوال المطور مش هيتدي يدفع لك غير لما يحصل فلوسك ارجع تاني وافكر حضراتكم ان ده عقد اتمضى بيني وبينك والعقد شريعة المتعاقدين لازم حضرتك تحترمه وانا كمان احترمه ماينفعش حضرتك تدخل في عقد وانت حاطت في دماغك ان انت وقت ما تحب تكسره تكسره وتحاول تتحايل على اللي موجود فيه كده العلاقة بتبوز من اولها يا حضرتك تدخل العقد وانت متأكد وعارف انك هتقدر تكمله يا مفيش داع انك تدخله دي نصحتي كواحد بيمثل المطورين العقاريين في مصر بلاش ارجوكم تدخله في عقد انتو مش قده او تبقى حاطت في دماغك ان انا حلاقي طريقة او حشوف محامي او ححاول تجاوز النقطة دي او دي واحنا عندنا الثقافة دي في مصر عموما قانون يطلع اول حاجة بنفكر فيها ازاي نكسره حتى لو قانون مرور اي قانون احنا بنحاول نكسره لكن في عقود زي دي ما ينفعش العلاقة علاقة وين وين سيتيوشن يعني علاقة منفعة متبادلة لازم التزم معاك انا كمطور وحضرتك تلتزم معايا لو التزمنا كل واحد هياخد حقه انا حسلم في معادي وكل اللي وعدتك بيه حدهولك طالما انت التزمت معايا لكن عدم الالتزام ده هو اللي بيعمل المشاكل وهو اللي بيخلي المطورين يتعصروا ما يقدرواش يكملوا تتساحب منهم الاراضي ويحصل اللي احنا بنسمعه ده لان بيحصل عندهم مشاكل بسبب المدفوعات المدفوعات الشهرية دي او الربع سنوية اهم حاجة عند المطور في اول 3 سنين بالذات لان هو بيعتمد اعتماد كبير جدا على الكاشف له او مبالغ السيولة اللي داخلها دي علشان يخلص بها الشغل مش معنى كده ان كل المطورين بيشتغلوا بفلوس الناس والكلام ده طبعا جزء كبير بنشتغل بفلوس الناس ده طبيعي مفيش مطور في العالم بيشتغل بفلوسه ولا شركة اعمار نفسها اكبر مطور في العالم العربي ومن اول عشر مطورين في العالم اعمار نفسهم بيعملوا كده حضرتك سمعت مرة ان اعمار طرحت مشروع وخلصته وبعدين باعته طبعا مستحيل ده ما يبقاش مطور المطورين لازم يشتغلوا كده جزء بفلوسهم وجزء بفلوس الناس المهم طبعا السمعة الطيبة ومحاولة كسب الثقة من الناس في السوق علشان تقدر تكمل كمطور دي كانت الردود بتاعتي كواحد بيمس المطورين العقاريين في مصر اتمنى طبعا تكون وجهة نظري وصلت انه زي ما قلت في الاول الموضوع في الاول والاخر رجعلك كمستثمر او كمشتري انك تقتنع او ما تقتنعش احنا حاولنا بس نوصل وجهة النظر وندفع عن المطورين لان ده طبعا حقهم علشان بس يبقى الموضوع عادل انت تقول رأيك المطور يقول رأيه وفي الاخر طبعا الحكم ليك اتمنى طبعا تكونوا استفادتم النهاردة واسف على التطويل شوية وكالعادة افكرك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكمان الاشتراك في قنوات التواصل بتاعتي الموجودة كلها تحت الفيديو والاميل بتاعي لو تحب ترسلني وطبعا تعمل شئ اللي زمالك علشان الكل يستفيد واشوفكم الفيديو الجاي وشكرا شكرا